السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم توقعتنا على يوم الأحد 27 تشرين الأول أكتوبر القمر اليوم استقر في برج العذراء ورح يظل موجود في برج العذراء لغاية الساعة 4.29 دقيقة من فجر يوم الثلاثاء بتوقيت جرانيج القمر اليوم موجود طول اليوم في منزلة العواء وهي منزلة للربح والحرية والزواج وطبعا رح يظل فيها لبعد منتصف الليل عشان هيك نحكي طول اليوم موجود في منزلة العواء والقمر اليوم استقر زي ما ذكرنا في برج العذراء عشان هيك اليوم منعود لطبيعتنا الجادة نولي مزيد من الاهتمام لصحتنا من خلال ممارسة أو بدء نظام غذائي أو تمارين رياضية بتساعدنا في الحفاظ على وزننا نذهب للعمل بحيوية منركز في جميع التفاصيل ومندقق بكل شيء ومنكون منظمين جدا الناس نادرا إنهم يقدموا الدعم المالي أو العاطفي في هاي الفترة لأنه العنصر العملي هو اللي بكون مسيطر أكثر في حياتنا لازم نحذر في هاي الفترة من الوهم والوسواس لأنه هم اللي بكونوا مسيطرين أكثر شيء على الأشخاص خلال هاي الفترة أفضل وقت للتخلص من العادات السيئة لكالتدخين أو شرب الكحوليات أو المهدئات أو المخدرات هي هاي الفترة يمكننا الحصول على حيوان أليف أو قراءة كتاب مفيد أو البدء بعمل جديد أو تعزيز العلاقة مع الزملاء في العمل والمراجعات والفحصات الطبية بالنسبة لزوايا الفلكية طبعا اليوم عنا زاويتين الزاوية الأولى هي زاوية التربيع سلبية بين القمر وبين الزهرة هاي الزاوية راح تكون الساعة 339 دقيقة بعد العصر بتوقيت جرينيتش أكثر المتضررين من هاي الزاوية هم اللي بكون عندهم مشاكل عاطفية لأنه بالفترة هاي بيهربوا من مشاكلهم العاطفية لصرف الفلوس أو التنفيذ من خلال صرف النقود بإسراف دون حساب بتزيد برضو من ضعفنا وميلنا للفوضى والتقلب وبرضو بتكون عندنا رغبات ممكن تأدي فينا لخيبات أمل عاطفية لازم نراقب كلامنا وتصرفاتنا لأنه ممكن يؤذي فيها الآخرين دون أن نشعر أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التقابل سلبية بين القمر وبين زحل هاي الزاوية رح تكون الساعة خمسة وخمس وخمسين دقيقة مساء بتوقيت جرينتش من واجه مصاعب وعرقية اللي بتطلب منا أن نبدو الجهد لنتغلب عليها بأنفسنا وأن لا نعتمد على الحضوض لازم نعتمد على مجهودنا الشخصي خلال هاي الفترة بعض الأشخاص بيفتقروا من الشجاعة اللازمة لمواجهة مشاكلهم فبيلجعوا للهروب إلى الماضي بدلا من مواجهة الحاضر يبتجع العزمتنا ضعيفة ومنكون متقلبين غير راضيين كثيرين النقد والعنادة وميالين للكآبة بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية واللي لازم نوفر لها العناية الإضافية وما لازم نعمل عمليات جراحية كبرى لإلها إلا إذا كانت اضطرارية عندنا البنكرياس، العمعاء الدقيقة، الأعور، القولون الجهاز الهضمي الـ 12 المستقيم أجهزة الإحساس اللي هي العيون والأذنين هي الأكثر حساسية خلال هذا اليوم باقي أعضاء الجسم طبعا ما في أي مشكلة لإجراء العمليات الجراحية لا إلها هذا اليوم مناسب لعمليات التجميل مثل الحقن والجراحة يصلح لإزالة الشعر الزائد بالليزر أو الطرق التقليدية يصلح لقص الشعر التجميلي ويصلح للصبغ والحنة ولكنه لا يصلح للقص العلاجي القمر بما أنه موجود في برج العذراء خلو المسار القادم زي ما ذكرنا يوم الثلاثاء بيبدأ الساعة ثلاثة وأربعة وخمسين دقيقة صباحا بتوقيت جرانيتش وبينتهي الساعة أربعة وتسعة وعشرين دقيقة صباحا بتوقيت جرانيتش أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر اليوم انحسار الهلال عمره خمسة وعشرين يوم طبعا بظل مستمر خمسة وعشرين يوم لغاية منتصف الليل نسبة الإضاءة نهاية اليوم ثمنتاش بالمية أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في العقرب حتى يوم واحد وعشرين احداش منتحس الآن بنسبة خمسة في المية ساعة الظهر منتحسي بنسبة عشرة في المية ساعة المساء سعيدة بنسبة خمسة عشرة في المية القمر في العذرة حتى يوم تسعة وعشرين عشرة منتحس الآن بنسبة أربعين في المية ساعة العصر منتحس بنسبة ستين في المية ساعة المساء منتحس بنسبة خمسين في المية عطارد في العقرب حتى يوم اثنين احداش سعيد الآن بنسبة سبعين في المية ساعة الظهر سعيد بنسبة خمسة واربعين في المية الزهرة في القوس حتى يوم احداش احداش منتحس بنسبة أربعين في المية المريخ في السرطان حتى يوم 14 سعيد بنسبة 60% المشتري في الجوزاء بيتراجع حتى يوم 42 منتحس بنسبة 60% زقل في الحوت بيتراجع حتى يوم 15-11 منتحس بنسبة 10% وأورانس في الثورة بيتراجع حتى يوم 31 منتحس بنسبة 5% نبتن في الحوت بيتراجع حتى يوم 17 منتحس بنسبة 10% وبلوتوف الجدي حتى يوم 19-11 منتقل لبرج الدلو سعيد بنسبة 15% أوصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل اليوم بيتراكم العمل أكثر من المعتاد وبتجدوا صعوبة في إنجاز الكثير من أعمالكم بتكونوا تنتبهوا بشكل جيد لصحتكم وحاولوا إيجاد الحلول وعالجوا المسائل الطارية لأنه ممكن بالهدوء والروية والتفكير تتوصلوا لإتفاق وابحثوا عن حليف أو عن داعم وتجنبوا الإساءة للأصدقاء أو زملائكم بالعمل أو شركائكم وحاضروا من التراجع الصحي برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور بتظل الرغبة قوية في التقرب من أحباكم وإيجاد قاسم مشترك مع أحباكم خلال هذا اليوم سواء الأحبة الأبناء أحد الوالدين وبحيطكم الفلك اليوم بالحيوية والحماسة وبتقدروا تتابعوا كل مساعيكم وتتوصلوا مع المحيط ويعتبر هذا اليوم من أفضل أيام الشهر وأوفرها حضاً وبتشعروا بالطمأنينة والراحة برج الجوزة بالنسبة لموليد برج الجوزة بتنشغلوا اليوم في تنظيم أموركم البيتية والعائلية وبوسعكم إدخال أي تعديل مطلوب على مسكنكم وبتشعروا ببعض الحزن أو التعب وبتبحثوا عن ملاذ آمن ممكن من كثرة الضغوط أو المسئوليات أو الطلبات المنزلية أو خلاف أو سوء تفاهم أهم إشي أنك ما تنتقد أقرب الناس لإلك تلمس توتر على الصعيد العائلي بسبب كثرة الضغوط والأمور الطارية برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان بتكونوا أكثر وعياً على الطرقات خاصة أثناء التنقلات أو قيادة السيارات أو أثناء الحركة أو السفر داخل المدن وحاولوا أنكم ما تدخلوا في نقاش حاد مع أخ أو جار وبسجل لك هذا اليوم لقاء مهم إما لقاء عاطفي أو لقاء عمل أو مقابلة أو امتحان وعندك اتصالات مفيدة ممكن تجري أبحاث ومفاوضات ناجحة أو تقوم بزيارة أو تلاحق عمل ملح وضروري خلال هذا اليوم برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد طبعاً بتكونوا تخففوا منه النفقات قدر المستطاع وبتعدوا عن المشتريات الغير ضرورية وإحرصوا على مالكم من الضياع أو السرقة أو من المحتالين ممكن تناقش موضوع مالي اليوم أو تحل قضية مالية بتكون بتأرقك أو تحاول ترتب وضع مالي معين أهم مش إنك ما تتسرع في أي استثمار قبل مراجعة التفاصيل والتدقيق فيها والاستشارة ولا تبذر أموالك وكون عاقل ومتيقظ قبل التوقيع على العقود وحدد أهدافك برج العذرة بالنسبة لموليد برج العذرة بتشعروا بثقة كبيرة بالنفس وقدرة على السيطرة على زمام الأمور اليوم لأن القمر استقر عندكم تماماً بتكونوا مميزين بأداءكم فترة واعدة بخبر أو تسوية أو انطلاقة أو مرحلة جديدة ممكن تطرح أفكار جديدة وتجتهد في إنجاز مشروع جديد في حماسة ووضوح بالأفكار والاهتمام بالذات ويكون عالي خلال هذا اليوم برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان بيتطلب منكم هذا اليوم الانتباه بشكل جيد لصحتكم رغم أنه بسيطر عليكم التعب بسبب وجود القمر في بيت المتاعب ممكن تفكر في إلغاء الموعيد والابتعاد عن الأضواء حاول أنك برضو تحمي نفسك من المحتالين وبتهدأ الوتيرة وبتتراجع الأرباح والحيوية فترة محبطة جداً ومخيبة للأمال فعشان هيك بنصحك العمل بشكل روتيني بالنسبة لموليد برج العقرب اليوم تنشطوا اجتماعياً وبتلتقوا الأصدقاء منكم أشخاص اليوم ممكن يشاركوا في حفلة أو مناسبة سعيدة أهم إشي إنكم ما تبقوا واحدين بل سارعوا للمشاركة وإلعبوا دور بناء في محيطكم ومجتمعكم ابتتمتعوا اليوم بحضور لافت وشعبية واسعة الرؤية بتكون واضحة وما بجوز تجنب أخذ القرارات المدروسة طبعاً أهم إشي خلي علاقاتك جيدة مع أصدقائك برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس بوزعكم المحافظة على سمعتكم وإنجازات القائمة في مجال العمل وعلاقاتكم مع المسؤولين هذا اليوم يوم مناسب للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل هاميش إنه ما تجسفوا بسمعتكم أو باستقرار وظيفتكم اتجنبوا استصرفات الارتجالية لازم تراجع نفسك وتركز يبل ما تعمل أو تبادر بأي شيء أركز بشكل جيد على عمل واحد قبل الانتقال لعمل آخر ونظم أعمالك عشان تقدر تنجزها بالكامل برج الجدي بالنسبة لموليد برج الجدي بتنشط اليوم بالسفر والاتصالات ولكن بتكونوا أكثر وعيا على الطرقات خاصة أثناء قيادة السيارة بين المدن اندفاع وحماسة بيتركوا أجمل الانطباعات عنك بسبب نشاطك العالي جدا وبسبب حيويتك الفائضة تطمئن خواطرك وبتختفيها واجسك فترى إيجابية جدا فما تضيع عليك الفرص خصوصا إذا كانت تتعلق بخارج البلاد أو التعامل مع أجانب أو جامعات أو أكاديميات أو مع الحبيب برج الدلو بالنسبة لموليد برج الدلو اليوم التركيز على الأموال المشتركة اليوم ممكن تتفحصوا حساب مالي مشترك ولكن خففوا من النفقات قدر المستطاع صحتكم أو صحت قريب لألكم بتكون بحاجة للرعاية كن مرن وما تتنازل عن حقك شرط الامتناء عن فرض الرأي والتسلط به ابحث عن الحلول اللي بترضي مختلف الأطراف ولا تهم الملف ولا تهم القضية برج الحود بالنسبة لموليد برج الحود طبعا اليوم القمر موجود مقابلكم تماما عشان هيك بتتركز جهودكم حول البحث عن قاسم مشترك بيجمعكم بشركاكم سواء بالعمل أو العاطفة ولكن بتكونوا أكثر تفاهما لوجهة نظرهم نسق بين مختلف الواجبات وحافظ على هدوءك الكامل في هاي الفترة لأنه ضغوط كبيرة والأوضاع ممكن تكون صعبة وطاقتك ضعيفة بسبب مقابلة القمر لا إلك عشان هيك حاول إنك تستخدم العقل أكثر هيك بنكون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضا الله ورضا الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء